إلا في العراق يمكن أن ترى السفينة تتمشي على اليبس وذلك عندما تجف الأنهار وتتناقص منسوبات المياه إلى حد كارثي هنا كان ماء وكان ما تراه من عصف مأكول مساحات خضراء تتربى على مناطق شاسعة جنوب العراق إنها الأهوار خزان العراق المائي ومصدره في الثروة السمكية والأهوار مجموعة من الأراضي الرطبة والمسطحات المائية الخلابة يغذيها أساساً نهرات دجلة والفراد وتمتد في جنوب العراق على شكل مثلث بين مدينة العمارة بمحافظة ميسان والناصرية بمحافظة ذيقار والبصرة بالمحافظة ذاتها المنطقة التي كان الناس يتمنون رؤيتها لفرط ما سمعوا عن جمال مناظرها أحالها الفساد والإهمال وسوء التدبير إلى ما تراه من الجفاف صار عندنا المائي بخبر كان تقريباً المائي إحنا مصدر حياتنا هنا أظنى المناطق أطراف الناصرية شبايش حمار فود مصدر حياتنا رئيسي المائي الماء يمثل مصدر الرزق الأول لأهالي الأهوار وبحلول الجفاف شهد هجرة سكانية واسعة بسبب دمار الثروة السمكية ونفوق الجواميس وجفاف القصب أسباب أدت لتراجع المستوى المعيشي لسكان الأهوار الهور نشاف الهور ليس من مصلحتنا لأننا عايشين على القصبة والحشيش والسمك الناس لا موظفين ولا هاي نسبة الماء تفيدنا ما عدنا بعد مصلحتنا عيشتنا على الماء على الله على الماء الانخفاض الهائل في منسوب المياه في الأهوار تجاوز الأسباب الطبيعية لشح المياه إلى أسباب تتعلق بالتجاوزات غير المنصفة على الحصص المائية وعدم وضع خطط حكومية للتصدي لكارثة الجفاف إضافة إلى بناء السدود وتغيير مجاري روافد الأنهار من منابعها في إيران قد أدى إلى انحسار الكثير منها وجفافها قضية شحة المياه التي تمر بها المنطقة الجنوبية فيها العراق وتركز خصوصا في أهوار محافظة الذقار بسبب تجاوز بعض المحافظات على حصة المحافظة وأيضا تجاوزها على حصة محافظة الذقار من مناطق الأهوار ونتيجة للتوزيع غير العادل لوزارة الموارد المائية العراقية الأهوار التي ضمت إلى لائحة التراث العالمي باتت تعاني مصير الاندثار في ظل الصمت الحكومي أمام نداءات الأهالي المطالبين بإيجاد حلول لهذه الكارثة لكن دون جدوى فجفاف الضمير الحكومي كجفاف هذه الأرض ترجمة نانسي قنقر